هناك أناس ممن ينكرون الجن ومنهم من يشككون ولا يجزمون بوجودهم أصلا ولكن الجن مخلوقون مذكرون في القرآن الكريم قال الله عز وجل والجن خلقناه من قبل من نار السموم وقد أقرت بوجوده الشرائع السماوية الثلاثة وأنه مخلوق من نار والجن اسم جمعي واحده جني وسموا جنا لاستتارهم عن العيون فهم يرون الناس ولا يستطيع الناس رؤيتهم وهذه الحقيقة معروفة ولا شك فيها ودليل ذلك قول ربنا عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقد يرى الجن على صور غير صورتهم الأصلية وهم ذو عقول مدركة واعية ولهم القدرة على القيام بالأعمال الشاقة التي نعجز عنها نحن الإنس إن عالم الجن بما أودع الله عز وجل فيه من أسرار يحير العقول والأفكار فسبحان الله عز وجل البذيع العظيم الاقتدار خلق الله تبارك وتعالى الجن من النار قال بعض القصاص إن أول الجن أبوهم سوميا وهذا الاسم يحتاج إلى دليل خلق الله عز وجل الجن وأسكنهم الأرض قبل خلق آدم كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وحينما أسكنهم الله عز وجل الأرض أفسدوا فيها وسفكوا دماء بعضهم فأرسل الله عز وجل إليهم ملائكة وقضى عليهم وبقي على الأرض قسم من الجن هربوا إلى المغارات وأعالي الجبال وفي أسفل البحار والمحيطات واتخذوا بعض المواقع التي يتكاثرون فيها ويعيشون إن خلق الله عز وجل للجن على أصناف مختلفة فمن الجن من يتحول إلى أشكال مختلفة كالكلاب والحيات ومنهم الريح الطيارة ذل أجنحة ومنهم من يحل ويضعن فعن أبي فعلبة الخشني رحمه الله ورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون ومن الأصناف التشكل في صورة حيوان كالكلب الأسود كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا وكذلك صورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة فالجن خلق من خلق الله عز وجل منهم المسلمون ومنهم غير ذلك ومنهم القاسطون ومنهم الصالحون والفاسدون قال الله تبارك وتعالى وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فكل فرد من بني آدم عليه السلام قد وكل به قرينه من الجن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معنا لنحترز منه بحساب الإمكان وأعطى الله عز وجل الجن قدرة لم يعطها البشر وقد حدثنا ربنا عز وجل عن بعض قدرات الجن فمن ذلك سرعة الحركة والانتقال فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله عز وجل سليمان عليه السلام بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوس قال ربنا عز وجل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن صفات الجن أنهم يأكلون ويشربون فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحمة وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أتاني وفد جن نصيبي ونعم الجن فسألون الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامة فالمؤمنون من الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح لهم متروك التسمية وأما متروك التسمية فإنه لكثرة الجن أي إن ذلك المخلوق يأكل من طعام البشر إذا لم يسمي البشر اسم الله عز وجل عليه فإنه لكثرة الجن فإذا سم الإنسان اسم الله تبارك وتعالى قبل أن يأكل فلا يقدر أن يأكل الجني الكافر من طعامه ويوجد العديد من أنواع الجن يأكلون أشياء أخرى كالتراب ومخلفات الإنسان والحجارة والحيوانات النافقة وفي رواية في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان والجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها ويكثر تواجدهم في الخراب ومواقع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر ولهذا جاء الهدي النبوي الشريف باتخاذ الأسباب عند الدخول على مثل هذه الأماكن وذلك بالأذكار المشروعة ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال الخطابي رحمه الله الخبث جماعة الخبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم والنكاح وارد بين الجن للتكاثر والذي يعرف عنهم أنهم يتزاوجون كما ورد ذلك في نص القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقد زعم قوم أنهم لا يتناكحون وهذا القول تبطله الأدلة الصريحة في القرآن والسنة وهناك من ادعى أن أعمار الجن قد تصل إلى المئات من السنين وأكثر من روج لذلك الكلام هم القراء الذين يخرجون الجن وحجتهم في ذلك قول الجن لهم ولكن هذا لم يرد في ذلك أي دليل صحيح والجان دأبهم الكذب والخداع وإنما ورد في ذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أعمار أمة ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك والجن يدخلون ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم على هذا لا يتجاوزون ذلك العمر والجن لا شك يموتون فكل ما دون الله عز وجل مخلوق وهو ميت لا محالة ولا يبقى إلا ربنا عز وجل لذا فالجن داخلون تحت قول الله عز وجل كل من عليها فان وينبغي أن يعلم أن عالم الجن من عالم الغيب لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما دون ذلك غيب لا يعلمه إلا الله فلا نتكلم في الغيب الذي سكت الله عز وجل عن إخبارنا عنه ولا نرجم به ونقول سامعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر